موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي عود إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد جولة خارجية ومشاركة مثمرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس مجلس القيادة يبحث مع السفير الأمريكي مجالات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات موسيقى رئيس الوزراء رأس اجتماعا طارئا للبنك المركزي والمالية لمناقشة تطورات أسعار الصرف العملة وإجراءات التعامل معها موسيقى من العنوين للتفاصيل أهلا بكم معادة فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركة مثمرة في اجتماعات دورة تاسعة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة وسيطلع رئيس مجلس القيادة سيطلع رئيس مجلس القيادة وإقوانه أعضاء المجلس على الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات والسلع الأساسية والحد من تداعيات تضخم الحاد والتقلبات السعرية التي فقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المشهات النفطية والسفن التجارية بدعم من النظام الإيراني وسأعقده فخامة الرئيس في هذا السياق لقاءات موسعة برئاسة الحكومة والفريق الاقتصادي والغرف التجارية وبجتمع العمال والمكونات السياسية والمدنية وجهات ذات العلاقة لتشارك الخطط والسياسات والرؤى لمواجهة الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من الأشقاء في تحارف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي يرافق فخامة الرئيس في عودته إلى العاصمة المؤقتة عدى المستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي المهندس حيدر أبو بكر العطاس ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي وعدد من المسؤولين وكان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد استقبل قبيل عودته إلى العاصمة المؤقتة عدى سفر الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا استيفان فاجن جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاقها المستقبلية على مختلف المستويات وسعرض اللقاء السجدات الوضع اليمني والقضاء ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الدعم الدولي المطروب لجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية وارتفاع سعار الشحن البحر على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كما تطرق اللقاء إلى حيثيات الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية وسبل مراجعة تلك الإجراءات عبر الأطر القانونية والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تصالا هاتفيا بالشيخ علي محسن السليماني العولقي عزاه فيه باستشهاد شقيقه البطل أحمد محسن السليماني الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدا وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة تنظيمات الإرهابية المتخادمة مع المرشيات الحوثية المدعومة المدعومة من النظام الإيراني وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس الحكومة عن خالص تعزيه ومواساته للشيخ السليماني وكافة أفراد أسرته بهذا المصاب الأليم وأشهدها فخامة الرئيس بمناقب الشهيد أحمد السليماني الذي سطر ملاحمة بطولية في جباهة الدفاع عن الوطن ومحاربة التنظيمات الإرهابية سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بالشيخ سبأ سنان أبو لحوم عزه فيه بوفاة شقيقه الشيخ حميد سنان أبو لحوم الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ أبو لحوم وكافة أهل أبو لحوم بهذا المصاب الأليم وأشهد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه النضالية المشرفة وأدواره البارزة في خدمة وطنه ومجتمعه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على رأس وفد برلماني في حفل الافتتاح لأعمال الجمعية العامة المئة والستة والأربعين للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 من مارس الجاري وخلال الجلسة الافتتاحية ألقيت عدة كلمات من قبل نائب رئيس مجلس النواب البحرين الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نيابة عن ملك مملكة البحرين وكلمة رئيس مجلس النواب البحرين أحمد بن سليمان أحمد بن سلمان المسلم وكلمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا وغتيرش وشهد الحفل حضور وأساء متلي وفود البرلمانات المشاركة في أعمال الجمعية العامة تم خلال الحفل انطلاق أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع مكافحة التعصب التي شارك في أعضاء مجلس النواب حميد الأحمر ومحمد الزويدي ومنصور الحنق تم عرض جدوى الأعمال بالإضافة إلى موضوع المناقش العامة للجمعية حول موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع كما شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له في أعمال الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة البرلمانية الإسلامية والمجموعة البرلمانية الأسوية المنعقدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي وتم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال الدورة للجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي وناقشوا باستفادة متبادلين وجهات النظر بشأنها مؤكدين على توحيد مواقف المجموعة الإسلامية تجاهها وفي الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الأسيوية تم تأيد المشاركين على الطلب المقدم من دولة قطر حول تجريم الزراء الأديان وضرات التصويت للصالحة وإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة كبند طار وشدد المشاركون على أهمية هذا البند والعمل جميعا على إدراجه ضمن جدول الأعمال وبدل جهود مشتركة لحث المجموعات البرلمانية المختلفة على التصويت له وعبروا عن توافق موضوع البند المقدم من دولة قطر مع مناقشات الدورة الحالية لاتحاد البرلماني الدولي حول التعايش السلمي ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعا طاريا لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية لمناقشة تطورات أسعار الصرف العملاء في ضوء التغيرات الأخيرة والإجراءات المتابعة للتعامل معها وما تم اتخاذه النتائج التي انعكست على سير الصرف العملة الوطنية وتدارس الاجتماع الذي ضم محافظة البنك المركزي اليمني أحمد غالب وزير المالية سالب أمريك مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الاصلاحات وتعزي مبادئ الشفافية والحوكم بالتوازي مع جوانب التكامل للضبط أسعار الصرف العملة الوطنية وتعزي الإرادات العامة ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية على ضوء من السجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتدعياته المحتملة على مختلف القطاعات وأطلع دولة رئيس الوزراء من محافظة البنك المركزي على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع خمسين مليون دولار لافتا إلى تزايد الضغوط على سعر الصرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسية والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف كما قدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والأدوات المتاحة لدعم السياسة النقدية بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية وأكدا أن الوزارة بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية نقضية احترازية وعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد وأقر الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف أليات تطبيقها بصورة عاجلة وأكد دولة رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تدرك جيدا التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معاشية المواطنين اليومية وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك وأهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة الحكومة والبنك المركزي وأحجد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعاشي كما أكد دكتور أحمد عوض بن مبارك دعم الحكومة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر الصرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية موجها بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصاد ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر الصرف العملة الوطنية والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابريل فينانس وسوفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بلادنا كرسة لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة في مسار الإصلاحات والتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية بما فيها الحفاظ على أسعار الصرف العملة الوطنية واستعرض الاجتماع بمشاركة سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا واليونان الدهم الأوروبية والدولية المطروب لإسناد الجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على السوفن التجارية والملاحة الدولية كما تطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان واحتواء تداعيات الصراع من أجل استقرار منطقة والعالم إضافة إلى مستجدات السلام في بلادنا والتصعيد العسكري المستمر لمرشاة الحوثي وأحط دولة رئيس الوزراء السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية واستمرار الحكومة في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية المسائلة وترشيد النفقات وقال بأن الوضع الاقتصادي الآن هو الشغل الشاغل للمواطنين في ظل تراجع سهر العملة الوطنية وضعف القوة الشرائية للمواطنين وبجانب إجراءات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لابد من مسار إقليمي ودولي لدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأشهد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة وجود تدخل عاجل وسريع لإسناد الحكومة في هذا الملف الحيوي لأن التأخير سيجعل المعالجات أكبر كلفة معربا عن اعتزاز اليمن قيادة وحكومة وشعبا بالعلاقات التاريخية وشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي ولفت رئيس الوزراء إلى استمرار تصعيد المليشيات الحوثي الإرهابية على مختلف المستويات ومفاقبة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم وجرائمها ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان واختطاف الموظفين الأمميين والدوليين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وأكد أن التهاون الدولي مع مليشيات الحوثي لم يعد يجدي نفعا ما لم تكن هناك مواقف ورسائل واضحة لتلبية الشروط الموضوعية للسلام بدورهم أكد رئيس بعثة الاتحاد السفراء الأوروبيين دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الاصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للحكومة من أجل صناعة التحول المشهود الذي يطلع إليه جميع اليمنيين في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاي انقلاب الملشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني أشهد دولة رئيس الوزراء لدى استقباله في العصمة المؤقتة عدن المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن هايدي جوهانسون بمستوى العلاقات اليمنية النرويجية والدعم الذي تقدمه لجهود السلام ومسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد على المستوى الإقليمي والدولي بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان والجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في بلادنا والضوط الدولية المطروبة لدفع المرشيات الحوثية إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني وضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك المبعوثة النرويجية أمام صورة شاملة عن تطورات الأوضاع على الساحة المحلية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في ضوء الأولويات الرئيسة والجهود المبذولة بدعم من شركاء اليمن وفي المقدمة دول تحارف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الكبيرة على معيشة المواطنين مشيرا إلى أن الحفاظ على العملة الوطنية أولوية قصوى لارتباطها المباشر بمعيشة وحاية المواطنين وما تقوم به الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للتعامل الجاد مع ذلك والدعم الدولي المطروب في هذا الجانب ولفتها رئيس الوزراء إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد نتجة للحرب الاقتصادية لملشات الحوثي على الشعب اليمني والخفاض سعر صرف العملة خلال هذه الفترة يعتبر أهم قضية تسعى الحكومة لحلها ووضع المعالجات العاجلة لها بدورها أكدت المبعوثة النوروجية دعم بلادها الكامل للحكومة في تنفيذ الاصلاحات والجهود التي تقوم بها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية مشيرة إلى أن دعم اليمن ضمن الأولويات لدى مملكة النرويج والحرص على التنسيق مع الحكومة في جوانب الدعم المطروب إضافة إلى الدعم إلى الدفع بمسار السلام حضر اللقاء من السشارة الرئيس الوزراء السفير مجيب عثمان بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغرب القيادة عزاء وموسى إلى أسرة الأمين العام للمجلس المحلي بمدرية شبام حضر موت التربوي فهمي بن يماني الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشهد الدكتور بن دغرب مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وأسهماته في المجال التعليمي وجهوده في خدمة مجتمعه ووطنه وعبرا عن خارس التعازي وصادق المواسى لأسرة وذوي الفقيد وكافة أهل يماني بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن اسكنه فسيح جناته وعليهما أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون لعب المدعو مهدي المشاط أدوارا رئيسة في الانقلاب على شرعية الدستورية منذ اجتياح الميليشي الحوثية لعاصمة صنعاء وبرز كأحد أكثر قيادات الجماعة كذبا وفسادا رغم محاولته تقديم صورة ذهنية مغايرة لحقيقة شخصيته التي تكشفها ممارساته ضمن منهجية الجماعة الحوثية الانقلابية تفاصيل في سياق التقرير التالي يقال إن التاريخ يحكم للشخص بعد أن يرحل بما له وما عليه غير أن هذا التاريخ يكشف لنا أن هناك الكثير من الشخصيات التي يكون حكمه عليها سريعا وأكثر وضوحا وحسما فلا ينتظر رحيلهم أو تفسيرات أتباعهم لأن تلك الشخصيات لا يخجلها ما تفعل وتجاهر به ولم تبذل جهدا في إنقاذ سمعتها على رأس من ينطبق عليهم هذا الحكم المدعو مهد المشاط الذي سعى طوال سنوات عدة أن يرسم لنفسه صورا ذهنية وانطباعات إيجابية حتى جاءت لحظة اختارها هو وقرر أن لا يجتهد في ذلك ثانية وأعلن عن وجهه الحقيقي ليتضح وينكشف للجميع أن رحلته في عالم السياسة منذ الإنقلاب على الشرعية وحتى اليوم لم تكن سوى عدة فصول في مسرحية لعب فيها دور اللص والكاذب والمخادع والفاسد حتى وصل إلى المشهد الأخير الذي نصب فيه دكتاتورا بالإنابة عن سيده ولا يعنيه أن يراه الشعب بهذه الصورة مجرم يحاول إخفاء جرائمه لكن تفضحه صفحات الأخبار ومحركات البحث المختلفة يكذب ويخادع ويدلس لكن سلوكياته ونبرة صوته يفضحان كذبه وخداعه وتدليس يقتل باسم الدين والثورة والمقاومة وتحرير المقدسات لكن أولوغه في الدم اليمني يكشف بغيه وعدوانا صورة المشاط منتحر صفة الرئيس أولها كذب وآخرها كذب شخصية تحاول إرضاء سيدها فتلجأ إلى إطلاق أكاذبها وأضاليلها على أمل أن تسوق صورة ذهنية مختلفة ومغايرة للواقع تغطي على جرائم جماعته ضد الشعب اليمنية شخصية تجيد أدوار التمثيل وسرعة ارتداء الأقنعة فما إن تخلع قناع الواعظ حتى ترتدي قناع الكاذب ثم قناع اللص الذي يجلس بكل اطمئنان على الكرسي المسروق ويتوسل لضحيته بلسان الفاسد مساعدته في تحمل نفقات البيت الذي يسكن فيه وأتعرض للإشكالات التي يتعرض لها أي مكتري أحيانا يأتون يطالبون بخروج هذه الأسرة لأنهم يريدون أن يسكنوا أقارب نفس القصة التي يتعرض لها أي مواطن لا أزال أسكن في بيتا إيجارا لا أملك بيتا ولا أملك سيارة يسمي نفسه رئيسا للدولة ويقدم على رفع يده كليا عن الشعب ويتركه يواجه الموت بذريعة المقاومة وتحرير المقدسات بعد أن سرق مع كهنة مران خزائن الدولة وتقاسموها فيما بينهم ويجاهرون بذلك في العلن ومع كل يوم يمضي يستقوي رئيس الكهنوت ومن خلفه سيده على الشعب وإرهابه بقوة السلاح والاعتقالات والقتل للقبول ببلاء عصابة مؤلفة من بضعة مئات من اللصوص الإرهابيين يسمون القتل والظلم نعمة والمواطن القتيل المظلوم نقمة عصابة تبيع الموت للشعب اليمني كمستهلك دائم وتسرع قوى خارجية لها أجندتها في اليمن والمنطقة على وليمة الضحية تسلم وزير الخارجية شؤون المغتربيين دكتور شاع الزنداني في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن نسخة من أوراق اعتماد السفير الجمهورية الرومانية غير المقيم لدى اليمن جورج كريستيان ماير ورحب وزير الخارجية بالسفير الروماني متمنيا له التوفيق في مهامه مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة تسهيلات والدعم لإنجاح مهامه وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بجانبه أكد السفير الروماني موقف بلاده الدائم للحكومة اليمنية معرب عن تطلعه للعمل لتعزيز العلاقات بين البلدين متمنيا له تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار لليمن التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع الزنداني في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن سفير الاتحاد الأوروبي غابريل مونيرا فيناس والسفراء فرنسا وألمانيا واليونان وهولندا ورومانيا لدى بلادنا جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي وأسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة واستعراض تطورات الأوضاع في بلادنا والمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن كما بحث زنداني مع السفراء علاقات التعاون الثنائي المعتمد والمتعددة الأطراف وسبل زيادة الدعم المقدم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الأصدقاء للعمل على تخفيف المعانات الإنسانية وإحلال السلام في اليمن بثمنا جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص تأتي هذه الزيارة الهامة للسفراء الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار الحراك الدبلماسي وتفعيل دوري ومكانة المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي ومستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاعر الزنداني في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية السفير الأكسندر كينشاك والوفد المرافق له العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن وأكد الوزير الزنداني أن الحراك الدولماسي الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن ورغبة العديد من السفارات ممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة هو محل ترحيب من الحكومة اليمنية التي ستقدم كافة التسليلات لاستقبال مزيد من الوفود والسفارات وبما يسهم في دفع عجلة التنمية على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة وعرب المسؤول الروسي عن سعادته لزيارة العاصمة المؤقتة عدن مشيرا إلى أن هذه الزيارة الهامة تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الروسية لنقل السفارة الروسية وممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن مشهدا بتعاون وزارة الخارجية والحكومة والتسليلات المقدمة للسفارة في هذا الشأن حضر لقاء رأيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبد القادر هادي ومستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن الدكتور يغفيني كودروف بحث وزير المالية سالة بلمريك في العاصمة المؤقتة عدن مع مبعوث مملكة النرويج الخاص إلى بلادنا هادي جوهانسون أو جهود الحكومة لمواجهة تحديات الاقتصادية والمالية خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار ممارسات واعتداءات ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إلى سيما في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب كما جرى خلال اللقاء الذي ضم الخبيرين النرويجيين في مجال التنمية والعمل الإنساني أولي ليندمان وارني فوليس والتطرق إلى آخر مستجدات القطاعين الاقتصادي والمالي والأوضاع المعاشية والخدمية الصعبة للمواطنين وارتفاع معدلات عدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وأثارها السلبية خصوصا في المناطق الزراعية إضافة إلى مدى الحاجة للانتقال من مسار الدعم الإغاثي إلى التنموي ودعم تعزي نظام الإدارة المالية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها واستعرض وزير المالية بن بريك الجهود الحكومية في ظل الإمكانيات المتاحة من أجل مواجهة التحديات في الجوانب الاقتصادية والمالية وتحسين الأوضاع العامة والحد من معاناة المواطنين في الجوانب المعاشية والخدمية وكذا حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة وأولويات الحكومة وزارة المالية في المرحلة الرهنة وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الشاملة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وجدد تأكيد على أهمية استمرار الدعم المقدم من الدول الشقيقة والصديقة وشركاء الحكومة والصناديق والبرامج المانحة ومنها مملكة النرويج لإسناد جهود الحكومة من أجل الإفاء بالتزاماتها الحتمية ومواجهة تحديات وتخفيف المعاناة في مختلف المجالات وأهمية استمرار ذلك الدعم لتجاوز التحديات المختلفة في المجالات الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعاشية والخدمية من جانبها جددت مبعوث النرويج الخاص إلى اليمن تأكيد حرص بلادها على مواصلة دعم اليمن واليمنيين وإسناد جهود الحكومة في مواجهة تحديات الاقتصادية والمالية وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والاستقرار والتنمية وضع وزير النقلة الدكتور عبد السلام حميد ومعه رئيس مجلس دار الشركة الخطوط الجوية اليمنية الكبتن ناصر محمود محمد حجر الأساس لمشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن الدولي بتزامن مع الاحتفالات احتفالات اليمن بالعدل وطني الحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وعقب وضع حجر الأساس أكد وزير النقل أن مشروع مركز الصيانة لخطوط الجوية اليمنية سيكون على مستوى مواصفات إقليمية وسيتعامل مع جميع أحجام الطائرات مبينا أن المشروع سيمثل إضافة نوعية متميزة لمطار عدن الدولي كونه سيقلل من نفقات الشركة على صيانة الطائرات في الخارج التي تصل إلى ملايين الدولارات سنويا وتقديم خدماته الهندسية والفنية بكادر وطنيا لجميع طائرات الشركات المحلية والأجنبية التي تصل إلى مطار عدن الدولي وأشهد الوزير حميد بجهود شركة الخطوط الجوية اليمنية كناقل وطني والإنجازات التي تحققها رغم التحديات مؤكدا دعم الحكومة والوزارة للشركة من جاته أوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن مشروع هنجر الصيانة والهندسة الذي وضعت له حجر الأساس اليوم سيخفف كثيرا من معاناة شركة الخطوط الجوية اليمنية لصيانة طائراتها في البلد وبكفاءة المهندسين اليمنيين وتفقد وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة الخطوط الجوية اليمنية ومعهما وكيلاء وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبدو والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد المهندس محمد ناشر وعدد من المسؤولين في مطار عدن والخطوط اليمنية أقسام وإدارات هنجر الورش والمعدات في مطار عدن الدولي مستمعين من القائمين إلى شرح المفصل عن سير عمل الصيانة وقطع الغيار بالهنجر عقد بجامعة تعز المؤتمر الاقتصادي الأول تحت شعار التنمية المحلية مدخل للتعافي الاقتصادي وذلك بمشاركة مئة شخص من الباحثين والأكاديميين اليمنيين وأجانب وحضور رسمي وأكاديمي كبير وعبر وزير الصناعة والتجارة رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور محمد الأشول عن سعادته من عقاد المؤتمر في تعز قلعة الجمهورية وصانعة الثورات ورافعة المشروع الوطني باركاً للسلطة المحلية والجامعة عن عقاد هذا المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر اقتصادياً على مستوى البلاد معنياً بالتنمية المحلية كمدخل للتعافي الاقتصادي ودع الوزير الأشول الجامعات والأكاديميات للمشاركة وعداد أوراق العمل من جهته تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي إلى أهمية المؤتمر كتظاهرة علمية أكاديمية تتواكب مع ما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية نتيجة الحرب التي أشعلتها المرشيات العوثية وتوقف التصدير معتبراً أن المؤتمر يتضمن دراسات اقتصادية تخدم الواقع والتنمية المستدامة وتقدم الحلول الإشكاليات والقضايا التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ونقل المحافظ تعز نبيل شمسان تحيات فخامة رئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس المشاركين في المؤتمر متمنياً لهم تحقيق أهدافه المرجوة وتطرق المحافظ إلى محاور خطة التعافي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية واختيار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المحافظة لتطبيق خطة الإطار الاقتصادي للانتقال من المساعدات الطارئة إلى التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تجارب ناجحة وتحسين مستوى الخدمات وشبكات الطرق الداخلية والمؤدية للمحافظة ودعم مشاريع التنمية الزراعية والمائية والسمكية وتنمية الموارد وبناء القدرات المؤسسية بجانبه رحب رئيس الغرفة التجارية والصناعية شوقي أحمد هائل في كلمته بضيوف تعز الباحثين والأكاديميين المشاركين من داخل اليمن وخارجه والتي أضفت مشاركتهم أهمية كبيرة لهذا المؤتمر الذي يشكل فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والخبرات والدراسات والبحوث بما يسلم في وضع الخطط والبرامج التنموية الفعالة وتحقيق هدف المؤتمر في التعافي وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية من جاته أوضح الدكتور يحي عبد الغفار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد كلية العلوم الإدارية أن عدد البحوث المقدمة ما يقارب أكثر من 120 بحثا وورقة علمية تم قبول منها 80 بحثا وأكثر من 20 ورقة بحث علمي موزة على ست محاور علمية تقدم مباشرة أو عبر الاتصال المرء بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين من بريطانيا والمغرب وماليزيا والأردن والعراق وجمهورية مصر العربية إضافة إلى مشاركة الأخوة في الجامعات اليمنية أكد أن المؤتمر يهدف لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات والتجارب للخروج بتوصيات حقيقية تساعد في وضع الحلول الاستراتيجية لتحقيق تنمية محلية واقتصادية شابلة ونحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس نفسها إيجابا على تحسن الوضع المعيشي للمواطنين ناقش اجتماع عقدة بمحافظة تعزف رئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع قيادة موظفي مكتب الوزارة بالمحافظة لمناقشة ألية سير العمل والجهود الرقابية الميدانية وحجم التحديات والعراقيل التي تواجه سير العمل وأكد وزير الصناعة والتجارة في الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة تعزف دكتور عبد القاوي المخلافي على أهمية التنسيق المشترك بين المكتب والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين العمل وتطويره مشددا على ضرورة أن يطلع مكتب الصناعة والتجارة بتعزف بدوره الريادي والاقتصادي وعقد اللقاءات الدورية مع التجار وكبار المستوردين والغرفة التجارية والصناعية ونوه الوزير الأشول إلى أن الوزارة قدمت مشاريع قابلة للتمويل لدى منظمات دولية في المحافظة ومنها في مجال العسل والبن وبناء قدرات القطاع الخاص بشيرا إلى أن ذلك يتطلب تطوير آلية المكتب حاثا على أهمية الاهتمام بمشاريع رواد الأعمال خاصة سيدات الأعمال في تعز والتركيز على المشاريع الصغيرة والأصغر وأشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية مراقبة المخزون الغذائي للمحافظة وإعطائه الأولوية القصوى خصوصا في المرحلة الراهنة وتعزيز دور الرقابي والميداني وفق المتغيرات السعرية ومنع المبالغة والاحتكار السلعي بشيرا إلى ضروة تنمية الإرادات وفقا للقانون وثمنا جهود السلطة المحلية في دعم مكتب الوزارة بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية الجديد في اليمن عبدالستار اسويف جوانب التنسيق المشترك والمواضيع التي سأجري التركيز عليها خلال المرحلة القادمة وستعرض وزير المياه والبيئة الجهودة التي تبدلها الوزارة لمواكبة احتياجات المواطنين من المشاريع والتدخلات المائية ودور المنظمة الدعم في تنفيذ المشاريع وتوفير التمويلات اللازمة مؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة مع المنظمة وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لتنفيذ المهام والمشاريع بمختلف القطاعات التابعة للوزارة وتمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة من جاتي أكد رئيسه بعثة منظمة الإجراء الدولية الجديد التزام واستمرار المنظمة العمل مع الحكومة اليمنية والوزارة وفق الإجراءات المتبعة والمتفق عليها وجددا الحرص على تطوير التعاون والشراكة مع وزارة المياه والبيئة خلال الفترة القادمة أكد وزير الصحة العام والسكانة دكتور قاسم بحيبح على ضرورة إعداد خطط عاجلة وتعمل على مواجهة الطوارئ الصحية وشدد الدكتور بحيبح خلال افتتاح ورشة عمل تطوير العمليات الوطنية للاستجابة للطوارئ الصحية عبر الاتصال المريع على ضرورة تشكيل ورف طوارئ مركزية وخلق علاقات شراكة وتعاون مع القطاعات الأخرى والعمل على تعزز عمل اللجنة الوطنية على مستوى المحافظات ما يؤدي للاستجابة والطوارئ على أن يشترك أو يشرك بها كل المعنيين ويشاركوا في الورشة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خمسون مشاركا من مدراء عموم مكاتب الصحة بمحافظات شبوة وتعز ومأرب المكلة ومدراء لجنة التيسير الوزارية تسلم وزير الإدارة المحلية حسين الأغبر بمطار عدن الدولي من رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بالحكومة الاندونسية الشقيقة الجنرال سوهاري تانو والوفد المرافق إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الاندونسية للمحافظات المتضررة من السيول المقدرة بنحو 60 طن من المساعدات ومليون دولار وعاقب الاستلام أكد وزير الإدارة المحلية على عمق العلاقات اليمنية الاندونسية مثمنا الدولة الذي تقو به الوكالات الإنسانية والمنظمات الأممية بأن عملية التوزيع تشمل المحافظات المستادفة بجانبه أبدى رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث استعداد حكومة بلادها التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة وتوسيع قاعدة المساعدات الإنسانية والبرامج التنموية والهادفة لمساعدة وتأهيل الشعب اليمني حضر عملية الاستلام للمساعدات نائب وزير الإعلام حسين عمر باسليم وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن بادر معاون ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي وعدد من القيادات الحكومية والمحلية استأنفت وزارة الشباب ورياضة برنامج بناء القدرات وتنمية المهارات الذي تنفذه بالتعاون مع منظم الشباب بلا حدود للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ويتضمن البرامج إقامة أربع دورات في مجال التأهيل الوظيف والإداري وريادة الأعمال والحكم المحلي للشباب والمشاركة المجتمعية وأشارك فيها عشرون شابا وشابة وفي الفعالية التي أقيمت بالمناسبة أشهد وزير الشباب ورياضة نائف صالح البكري بجهود التي يبدلها قطاعات تدريب والتأهيل والشباب ورياضة منظمة الشباب بلا حدود للتنمية في إقامة وتنفيذ مثل هذه الدورات التي تعود بالنفع والفائدة على مئات الشباب الذين يجدون في برامج التأهيل الوظيف والإداري وريادة الأعمال والحكم المحلي للشباب والمشاركة المجتمعية مساحة للمزيد من المعارف والمعلومات وأشار الوزير إلى أن من شأن هذه البرامج تمكين المشاركين من المهارات الحياتية التي تؤهلهم للعمل المهني وكيفية الحصول على الوظيفة المناسبة فضلا عن إكسابهم طرق التسويق الذاتي وتجديد الهداف الشخصية والمهنية والعمل على تطويرها مضيح أن المجتمعات المتقدمة تنظر إلى رواد ورائدات الأعمال على أنهم نماذج قيادية يحتذى بها وتخلق أمامهم فرصة عمل جيدة وجديدة كما أنها تساهم في تشجيع البحث والتطوير وزيادة الشعبية الأفكار المبتكرة وغير ذلك وقال في مجتمعنا المحلي وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا نحن بحاجة إلى تحقيق المشاركة الشبابية لتتكامل مع الجهود الرسمية لتسهيل تقديم الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية والتشجيع على القيام بدور أكثر فاعلية في المشاريع والقضايا الوطنية والقدر على إيصال صوت المجتمع بحيث يصبح شريكا في القرارات الحكومية حضر الفعالية وكل الوزارة الدكتور عزام خليفة وكل قطع الشباب الدكتور مونير لومع بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد من الخارجية والسفارات الروسية آليات التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين والترتيبات المتعلقة بإعادة افتتاح السفارة الروسية في عدن وتناول الاجتماع الذي ضم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية السفير أليكسندر كينشاك القائم بأعمال السفارة الروسية لدى بلادنا الدكتور إفغيني كودروف والوفد المرافق لهما بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون ومدير أمن عدن ألواء مطهر الشعيبي وعدد تناول عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية بما يعزز العلاقات التاريخية الراسقة التي تجمع الشعبين الصديقين ورحب المحافظ لملس بخطوة إعادة افتتاح السفارة الروسية مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأمين عمل السفارة وتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان نجاح هذه الخطوة وأكد لملس على أهمية تعزي العلاقات الدولوماسية بين البلدين بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك أكد محافظ محافظة لحجة قائد اللواء السبعة عشر مشاه بالمحافظة اللواء الركن أحمد تركي أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 المجيدة تمثل تتويجا لنضالات اليمنيين وتضحياتهم من أجل الحرية والاستقلال والعدالة وامتداد طبيعي لثورة السادسة العشرين من سبتمبر عام 1962 الخالدة ضد طويان الإمامي في شمال الوطن الذي كان الوجه المقابل للاحتلال البريطاني الغاشم وأضاف المحافظة تركي تأتي الذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر واليمن ما زال يقبع في دوامة الموت وآلة الدمار للحرب التي أشعلت نيرانها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني التي تحاول الإطاحة بالدولة ومؤسساتها والقضاء للنظام الجمهوري وتعطيل حركة العملية السياسية السلمية لفرض نزعتها السلالية على الشعب والعودة بالوطن إلى عهود الظلام الإمامية البائدة ودعا محافظ محافظة الأحج إلى استعادة روح ثورتين سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ووهاجهما لمواجهة الميليشيات الحوثية المارقة وقال لا بد من التسلح بمبادئهما وأهدافهما العظيمة وأبناء محافظة الأحج والقوات المسلحة ماضون قدما لتحرير ما تبقى من تراب الوطن من شر الميليشيات الحوثية التي عاثت في الوطن في الأرض اليمنية فسادا مرتكبة أبشعة جرائم التي لم يألفها قط على مر تاريخه السياسي كرمت وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن ثلاثين ضابطا من قيادات الوزارة بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وفي الحفل أشار وكول وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية الدكتور قائد عاطف إلى أهمية ما تمثله هذه المناسبة من إبراس يستلهم منها الأجيال معاني التضحية والفداء والحرية والكرامة والعزة للوطن والشعب دون وصاية وقال لقد شكلت ثورة الرابع عشر من أكتوبر نقطة تحول مضيئة في تاريخ اليمن الحديث أرضا وإنسانا ومحطة الانطلاق صوب آثاق الحرية والعدل والمساواة والتنمية والبناء والنهضة التي دمرتها منشات الإرهاب الحوثية التي انقلبت على الدولة وقيمه وأهداف الثورة اليمنية وعاثت فسادا بمقدرات ومكتسبات الشعبي وحريته وحريتهم وكرامتهم ونوها الوكيل عاطف بالملاحم البطولية التي يسطرها أبناء الشعب اليمني والتضحيات العظيمة التي يقدمها لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية من أذرع ملال إيران الذين يحاولون اليوم وبكل ما يملكون من قوة العودة بالوطن إلى الوراء ما قبل الثورة اليمنية وإسرافها في ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب اليمني ومكتسباته وأكد الواء عاطف مضيئة المؤسسة الأمنية ومتسبية بكل عزم وأخلاص خلف القيادة السياسية الرشيدة نحو صلع المكاسب والإنجازات والاتصارات التي تحقق أمال وتطلعات الشعب في التخلص من منال إيران والسعادة دولة مجددا التأكيد على العهد والوفاء للأهداف والمبادئ السامية للثورة اليمنية وفي الاقتتام الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن وشرطة ألواء محمد بن سعد الأمير ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد عبد القوي باعش جرى تكريم الضباط وتوزيع الشهادات التقديرية عرفانا لدورهم وإسهاماتهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسكينات العامة بالمجتمع ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماع دورته التاسعة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظة البنك رئيسي مجلس الإدارة أحمد المعبقي عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتفالات التي تعيشها بعض المحافظات وتطرق الاجتماع إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث وتطورات صعب التنبؤ بمآلاتها والعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية للأشعة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إرادات الدولة وتزايد الانفاق خاصة الانفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات ودع الاجتماع الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية خاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وتخطيط الانفاق وفقا للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة محددة النفقات الموارد والعجز ومصادر التمويل التي توائم بين الموارد الذاتية والاتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية كما دعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته ما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية واتخذ الاجتماع بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي وكان الاجتماع قد شهد قراءة الفاتحة من قبل الأعضاء على روح الفقيد خالد إبراهيم زكريا عضو مجلس الإدارة الذي مثل رحيله خسارة فادحة البنك المركزي والقطاع المصرفي كما قدم المجلس التهانيه للقيادة السياسية وابناء الشعب اليمني الكريم بمناسبة عياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر زارت سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا كاثرين كومون مؤسسة أجنحة السلام الخيرية لتنمية الاستجابة الإنسانية في العاصمة المؤقت عدن حيث التقت بفريق مبادرة نحقي وخلال اللقاء استمعت السفيرة إلى شرح من رئيسة المبادرة المهندسة هيفاء شوكت حول الأنشطة المدنية التي تهدف إلى تمكين النساء وتناول الاجتماع ببحث مطالب النساء في المشاركة بمراكز صنع القرار وحقهن في المشاركة السياسية مع تركيز على أهمية شراك النساء الشابات في أي مفاوضات تتعلق بالحل النهائي للأزمة اليمنية كما سعرضت المهندسة هيفاء شوكت بعض الأنشطة المستدامة التي تقوم بها المبادرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وقدمت تعرض لأهداف الحملة المجتمعية التي نفذتها مبادرة بن حقي والتي ركزت على التوعية بحقوق الشابات اليمنيات وأهمية تحقيق المساواة الجندرية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية والتزامات اليمن في مجال حقوق المرأة وأبدت استفيرة الفرنسية اهتمامها بتلك الجهود مؤكدة أهمية دعم المبادرات التي تهدف لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في العملية السياسية والتنموية في اليمن تسلمت دائرة الخدمات الطبية العسكرية دفعة جديدة من الأدوية والمستزامات الطبية مقدمة من مركز الإسناد الطبي المشترك للقوات المشتركة للمستشفيات العسكرية والميدانية بمحافظة ماربة وقال رئيس وهيئة الإسناد اللوجستي الواركن عبد العزيز الفقي إن هذه الأدوية ستكون رافدا للمستشفيات العسكرية والمستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للقوات المسلحة والجرحى وعوائلهم وعموم المواطنين بمأرب وثمن اللواء الفقيد دعم الدعم الذي يقدمه مركز الإسناد الطبي المشترك للتحالف العربي بقيادة اللواء الدكتور علي الكناني مجاتي أشاد نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العبد الركن محمد عيس بالدعم الصحي المقدم من الأشيقاء في التحالف لتخفيف معاناة النازحين داخل محافظة مأرب التي تستوعب أكثر من مليوني نازح أما الآن مشاهدين نأتي لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشاءة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نهاية النشر الآن عودة للتذكير بأبرز العنوين رئيس مجلس القادة الرئاسي عود إلى العاصمة الموقعة عدن بعد جولة خارجية مشاركة مثمرة في اجتماعات الجميع العامة للأمم المتحدة رئيس مجلس القيادة يبحث مع السفير الأمريكي مجالات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات رئيس الوزراء رأسه اجتماعا طارئا للبنك المركزي والمالية لمناقشة تطورات أسعار سعر صرف العملة وإجراءات التعاون معها في الختام هذه أطيب التحايم الطاقة من نشرها دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة